الخصوصية الخامسة وهي من اخطر الخصوصية واقعا لعله بل هي اخطر خصوصية وهو ان كل همها ونهمتها في الشهوة الجنسية اصلا خلقت وهي تجسد للشهوة الجنسية ولا تصورون انا كل مفردة اقولها ما بها شواهد كونوا على ثقة لو ان الوقت يسمح لكنت لكل خصوصية من هذه الخصوصيات اأتي لكم بعشرات ان لم اقل مئات الروايات التي تؤثبت الخصوصية لان تذكرون نحن قلنا حدود اربعة الاف رواية موجودة في تراث المدرستين يكتفي هذه الخصوص لانه اريد ارتب عليها اثار اقرى لك بعض هاي الروايات خلي ذهنك يمك هذا الكافي ما اروح من مكان طبعا وفي كتب اهل السنة اكثر من هذا مو اقل من هذا بس انا اريد اقول لانه الان حديثي مع هذا مع المدرسة الشيعية هذا الكافي مولانا الفروع في باب المعيش اقول في كتاب المعيشة والنكاح هناك في المجلد اس العاشر صفحة ستمية وثمانية قال امير المؤمنين خلق الله الشهوة عشرة اجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء هذا بعت ايد انه اساسا خلقت ماذا خلقت كل وجودها يملأه ما هو الشهوة الجنسية وجزءا واحدا في الرجال رواية ثانية ان الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فاذا هاجت كان هذه كلمة هاجتها اذا ان مارد اقول لمن تستعمل لاي من البهائم فاذا هاجت كانت لها قوة الشهوة عشرة رجال هذم كلها في مصلحة الرجل حتى يستأنس بها مولانا ويلتد بها خلاص هال اصول الكافية ها هذا الكافي دعا نقول منه مو كتاب غير معتمر هذا اللي يدعون انها متواتر جملة من الاخباريين هذا اللي يدع البعض انها قطعية ماذا قطعية الصدور هذا الذي يدع البعض انها لأقل مطمئنة الصدور بعد رواية ثالثة عن ابي عبد الله قال سمعته يقول ان النساء مع الاعتذار لكل الاخوات الذين اللواتي يستمعن الى هذه الابحاث ان النساء اعطينا بضعة اثني عشر وصبرة اثني عشر بعد فضلت المرأة على الرجل بشنو فضلت مولانا بالجنس موش اخر يا ليد فات خصوصي قربة الى الله فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليهن ماذا الحياة ومن هنا بعد انتبه انه لو لم يخلق الانثى بعد او كانت اكو خيانة او لا توجد خيانة فاي رجل مهما بلغ المسكين يستطيع ان يغطي حاجاتها او لا يستطيع يستطيع او لا يستطيع ها لا يستطيع مولان فاذا ضممت الى حسان انا ما ادلي واقعا التفت جيدا انا ما اعلم بانه اذا كان الامر كذلك وهو ان المرأة شهوتها تسعة اضعاف ماذا عد لماذا كل اربعة اشهر مولانا مرة واحدة تعطيها انت وانت اي وقت تشاء شنو لابد تكون شنو لابد الامر بالفتوى شيصير مولانا العكس وهو انه هي كل اربعة اشهر مولانا اذا انت ارادت تنتظر اربعة اشهر ولكن هي اي وقت انت شاء لابد شنو انت تستجيب اليس كذلك لا مقتضى هاي النصوص الروائية شنو هاي العروة الوثقة هاي الفتوى مو الفتوى المشهورة بل فتوى عليها العمل وان كان نحن لا نوافق لا يجوز ترك وطئ الزوجة اكثر من اربعة اشهر فقط قبل ذلك لها الحق او ليس لها الحق هسا المسكينة هماتي انا افترض مولانا من صارت الاربعة تشهر كانت شنو عدها مانع نسوي يقول سقط خلص اتروح شنو اربعة تشهر هذا التراث الروائي وهي الفتاوى الفقير هسا همات الان شنو هو بماذا تتحقق المواقعات والجماعة عمله وبحثه ما رد ادخل في هاي التفاصيل عد على هذا الاساس على هذا الاساس الله سبحانه وتعالى كان ينبغي ان يجيز للرجل ان يعدد ذو يجيز للمرأة ان تعدد مقتضى هاي القاعدة ها تكوينا بعد ولهذا في الرواية الاولى اكفد مقطع خلوا ذهنكم اليوم رحوا راجعوا عليه يقول ولولا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر اجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به اهنان مولانا جملة من الاعلام حاروا في الرواية قالوا هذا لا ينسجم صدر الرواية مع شنو لانه اذا كانت شهوتها تسعة اضعاف لابد يجوز لها شنو ها ولسه نمو لانا يلزم اقتلاط الانساب لو ما يلزم في هذا الزمان منع الحمل موجود يلزم اقتلاط الانساب او لا يلزم مولانا لا يلزم ثم بيني وبين الله في ما سبق ما يقدرون يشخصون الان الدي ان اي يشخص هذو ما الواحد منهم صح لو مو صح مولانا اذا ماكو مشكلة هاي المذكورة في الروايات ماكو مشكلة ولهذا في سماء المقال في علم الرجال للعلام الكلباسي في المجلد الثاني صفحة اربعة وخمسين يقول ولا يخفى ان ذيل الحديث يخالف صدره فان مقتضى الصدر لكان لكل نسوة تسعة رجال مو لكل رجل تسعة نسوة ولقد اضطرب الابطال في حل هذا الاشكال الحق والانساب اضطربوا اشنو يحلون المشكلة فكتبت رسائل في حل المشكلة وهذا هو الذي قلناه مرارا بدل ما يقول بيني وبين الله الراوي اشتبه مولانا هو مو آية منزلة رواية نقلها اشتباها لا آية منزلة ولهذا مولانا هذا الحر العامل مولانا الفوائد الطوسية في صفحة مولانا في صفحة سبعة وتسعين فائدة تسعة وعشرين روية ان الله قسم الشهوة عشرة اجزاء كذا وكذا اقول ذكر بعض المحققين حتى يحل شنو المشكلة ما ادري واضح اجزائي قد النتيجة شنو النتيجة ترى اي شيء وجدتم من الاخطاء والجرائم الجنسية من انشأها من الرجل شنو بريء مسكين ها هي تركض وراه خوش يزاوه فهو شنو ملكون طاهرون منو يركض وراه النساء يركضون وراه خوش يزاوه عد اولئك الذين ينظرون الى القرآن من الخارج لا ينظرون اليه من الداخل يقول شوفوا اسعدوا انزلوا القرآن الكريم ذكر قصة كاملة ليوسف هي المرأة زاحمة الرجل لو الرجل زاحم المرأة هذا مشاهد ملك ان زوج العزيز هي التي شنو ها روادة الذي فيه هذا مشاهد القرآن ملك على شنو ملكون ملان انتو تريدون توجيه هاي الخصوصية هاي كانت ملانا ها خامسة بتبقى